يعني مبلشت كمان التعليقات على فيسبوك عم تنزل شوي شوي يعني كلها غازل وحب وعجبيني لك ما شاء الله كتار من الوطن العربي بس كن عم نحكي محمد كن بحكي برسترات قبل فترة وخير وجودك بستر أكاديمي انه بديش الفنان الأردني وكما تحدث انه انت فنان أردني بديش الفنان الأردني هون بالأردن مهضوم حق يعني تحس انه مهضوم حق الفنان الأردني يعني ما عم ياخد فرصة لحتى انه يبرز انتر حكيت انه عشان تشوف حالك كم حمد لطاق وكهام صوتية عندك طلعت استر أكاديمي فهل بتشوف انه بصراحة طبعا يعني الفنان الأردني بحس انه مالوش حظ او لازم يكون فيه شركات انتاج تدعمهم اكتر يعني حتى بستر أكاديمي يعني شفنا ش صار مع محمد القويدل شفنا ش صار مع محمد رمضان شفنا الظلم اللي صار ممكن يعني الكل اللي صدع منه مسلا قويدر ما اخدر لقب رمضان ما اخدر لقب وانا طلعت من اول اسبوع فيه 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 يعني الفنان الأردني ما بعرف ليش هيك حظه بس ان شاء الله انا بحكي ان شاء الله يكون يتغير الوضع ان شاء الله يكون فيه شركات انتاج تدعم اكتر الفنان الأردني لانه عندنا بالأردني صراحة اصوات وخامات كتير راية لازم تاخد حق عين اذا اليوم معنا كمان اتصالات الاول اتصال من ام تامر مسال خير اهلا مرحب فراث يا هلا كيفك في اخبارك تمام الحمد لله رب العالمين مرح الحمد لله مرح الحمد لله كيفك محمد اهلا انت شاء الله اخبارك اهلا فيك والله ان شكر انت لازم اتذكرت بمعضر ما حكينا عنها لازم نتراح هذا الموضوع اول ايتي بقولك طبعا نحمد انه ما تسئد الامل ان شاء الله انك كتير صوتك حلو لغنية عندها كانت هلأ في السواء قبل تريني كذب كل حلوة الله خليك بس انا دحيلة كتير صغلة يعني بما انه احنا لازم نستحل حوار بنقاط انت قلت هلأ نقطة انه ليس المطرب الاردني حفظوا هيك طب اما ممكن بسألك سؤال هلأ انت بما انك عارف انه صفار بمحمد ويدر ومحمد رمضان وغيره وغيره الاردنيين كانوا مجدين بستار الكابيني اهه اوكي انت حكيت نقطة انك انت حاجة تستهل اكتر من ما كنت عليه اولا مكان هون بالاردن وما كنت مشهور بدك تكون مشهور اكتر طب ليس انت بما انك قلت انه المطرب الاردني بستار اكاديمي انه ما بيوقد حقه طب ليس رح تستركت يعني اوكي ما تجربة خلص يمكن حز يمكن اللي صار مع قادر ورمضان حز ممكن انه حز ما يكون الشيك ممكن خلص ممكن رولة ساعد مثلا انا تحب الاردنية تخليها للاخر خلص ما بتعوح كله تحت صرف رولة ساعد طب انت اتأخذ من هاي التجرب اوكي اصبورا مش كفاية انك انت انت بيانت مين محمد وقام مش كفاية بس القليل شوين عرفت اكتر ما كنت عليه بفكرك انه الاسبوع هاد انك تكون سهرت انا بسأل شوفي عن نت تأكيد ما اخذت حياتي بس شوفي عن نت وشوفي على الفيسبوك وشوفي على اليوتيوب فقط انه الارام أشكرك كثير على اتصالك وخليك معنا لحتى تسمع أكثر من محمد القاق دارين بس الخير دارين دارين يبدأ أنه دارين مش موجود معنا لها ولكن خير نكمل كمان حوارنا يعني أنا كمان بدي أستشف شمي من تعليقات الفيسبوك دارين نجاح معناه بس الخير دارين لحظة يا هلا متأخير فكرة تمام الحمد لله تمام تمام الحمد لله اليوم معنا محمد القاق إذا سمعتين سهلا ما أحبت تحكيله أنا سهلا مؤتبة لضغنية يا فراث اتفضلي أول شي بسلم على انتامل لما هدتني بك مدابع لها شبرا ولكن لدي تنزلنا مجبت دغنية يا فراث اوكي شكرا لتصالك وسائك سعيد طبعا محمد حكت أمتامر عن نقطة مهلة انه انه الاشتراك ببرمومج الاشتراك خلال أصبحها شو صار شو جرى مع محمد خلال فترة هاي شوف قبل ما قبل ما يبلشي برام الأول انا كنت كتير مريضة تعبان كنت مختارة أغاني اه اختفت أغاني تكون تكون شوية ملائمة لصوتي لأني تعبان أعطوني حليف الأمر حليف الأمر كتير صعبة طبعا ما كانش صوتي نهائية يعني ما كان طالع بالمرة صوتي وقت ما بلش برام قبلها يمكن بسبع ساعات أعطوني إبرة كورتيزون بشان صوتي يطلع لأنه ما كانش في صوت اه البروضات طبعا اللي عملتها كمان ما كانش في صوت ما عملتش بروضات ميح لأنه ما كانش لازم اتاعي بصوتي اغفر معه وتعبان فما غنيت له منية إلا على الستاج وما كنت عارف يعني اذا راح تزبط ولا ما راح تزبط ولا كيف راح تطلع صوتي ما راح تطلع صوتي بما عني تعبان وطبعتها شوية هالية فعطوني إبرة كورتيزون قبلها بسبع ساعات حكولها تضل معاك 12 ساعة بعد ما تروح بعد ما يروح مفعول الإبرة فيك راح ترجع مريض يعني وممكن تمرض بزيادة رأيت رس إحنا عطيناك الإبرة هاي عشان تعرف تغني على المسرح ولا ما هتغني بالترامل أول طلعت غنيت فعلا ما حسيت حالي خبصتي او ما غنيتهاش بالمستوى المطلوب اللي أنا كنت حاجب أغني فيها اه خلال الأسبوع خلال الأسبوع دخلت كمان على دخلت على الأكاديمية كمان كنت كثير مريض وطعبان وكان مخضي قاعد عم بزيد جابوا لي بحدود ست أدوية دولة الحلق دولة السدر دولة الرشح دولة السخونة قاعدت أربعة يوم ساخن يعني أربعة أيام يعني يوم السبت أحد تنين ثلاثة لبعد الإذال ليوم الأربعة وأنا ساخن يعني يعني أنا ضارف الواحد بسخن مرة مرتين يعني يوم يومين وخلص بطيب لما يعرق بطيب أنا كنت أصحى من التخت يعني أربعة أيام وربعد التخت عرق يعني كنت أعرق لما يعرق بطيب أربعة خمس أيام أنا ما طبت من السخون وأخدت خمس أدوية وخلصوا الخمس أدوية كلهم وليسا ما طبت ما بعرف ليش هيك صار خلال الـ دخلت حكيت طلبوا مننا نغني إشي إحنا حسينه فأنا لما دخلت الإفال لكل شاف غميت لبلدي لأردن أحاسس أنه أنا كثير مشتاب للأردن فغميت أغنيي كثير وحبة لأي راسك بالعالي ما بعرف دخلت كنت كثير مبسوط مرتاح أنه بدي أغاني للأردن خلص فأسحبها وأطلع فأكون أعملت اللي علي فبس قدمت الإفال وطلعت حكيت قدام الكاميرا أنه خلص 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 بدي أمثل بلدي بأي طريقة من الطرق فخلص خلص 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 كانت صدمة لأيلي أكبر كانت صدمة لأيلي أكبر كانت صدمة لأيلي أكبر كانت مفروض يأخذه بعين الاعتبار أني أنا تعبان ومريض وصوتي مش طالع حتى جوال أكاديمية أني غنيت كان يحكولي محمد ريح حالك أني تعبان مغنيش خلص ما أعطيت اللي عندي كانت صدمة لأيلي أكبر حبيبي تقلبي يلا يخليك يا راسي مرفع فيك كانت صدمة لأيلي أغنية صوتك سوف يسمعني إن شاء الله شكرا شكرا نسائك سعيد يعني مستمعينا كمان على الفيسبوك مش عالف هنا من هنا أفضل بس خلين نسمع شوي هيك إيش من محمد يعني هل تسمعنا حلف الأمر ولا هل تسمعك حلف الأمر ولا حلف الأمر صرت تخاف منها لا 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 هذا سمعك أنا شوي مرتاح طيب سمعك حلف الأمر يا مين ألي يا حلو الساعة ما شافك حلف الأمر يا يا أمر يا مين ألي يا حلو الساعة ما شافك في الحسن لا بعدك ولا قابلك يا روحي يا روحي كملة أوصافك يا يا روحي يا روحي طلل الهوى بأخلى عيون عيون قل الدوا بين الجفون والسحر يهام بألف لون والشعر غافي يا عكتافي عيني 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 على الهوى في الحسن لا بعدك ولا قابلك يا روحي يا روحي كملة أوصافك يا يا روحي يا روحي يا روحي